ملت دلوقتي واحد من النجوم ممكن فريق مصر ومنتخب مصر والنادي الأهلي ونادي اسموها كابتان حماسة أنا إزاي بيقول له عندنا حمودي في الكرة وعندنا حمودي في جورة اليد ببريكلك طبعاً الياردة كابتان حماسة بالنسبة للمباراة ثقة كبيرة على ما أعتقد من مجلس الإدارة والكابتان عاصم أن يكونت متواجد للمرة الثانية بتلاندي أبطال الكؤوس حابب تقولي الأول في البداية على الثقة دي كابتان حماسة والله طبعاً أنا بشكر جماهيري الأهلي وبشكر اللعيبة وبشكر المسؤولين جوة نادي الأهلي على السقة الدهاني دي والحمد لله أنا بحاول على قد ما أقدر أن أنا أكون قد المسؤولية الحمد لله شوف النهاردة الجيم التاني على التوالي فوز تاني على التوالي لسه زي ما بنقول مباراة الدور التمهيدي دي بتبقى فوق المتوسط لسه المباراة ما تخلاش في جوه البطولة بشكل عام لكن كابتان عاصم بتكلم معاكم إزاي وانتوا كالعيبة أكبر بتتكلموا مع بعض بص احنا خارجين من بطولة يعني قد صعبة جداً لمباراة الصور بالنسبة لنا دي كان أمل كبير الحمد لله عملنا كل اللي علينا الحمد لله الظروف ما كانتش معانا لآخر الوقت الحمد لله قدر لو ما شاء فعل بنحاول نخرج منها على قد ما نقدر بنحاول نركز في البطولة اللي احنا فيها دلاتي مباراة مباراة الدنيا بتختلف وان شاء الله لحد الأدور النهائية الشكل حابق مختلف خلص بإذن الله شوف المهزرة الجمهورية رغم قلة العدد لكل يوم تأثير كالعادة جمهور النادي الآلي في كل مباراة الجمهور ده بيحفزكوا ازاي وازاي بيخليكوا تصروا في الملعب بين انتوا تحاول فوز كابتال حمد بصوا أي جمهور طبعاً دافع لأي لعيب يعني لو الصلافة دي أكأنك بتلعب أكأنك في تمرين طبعاً الجمهور بيديك دافع بيخليك يعني يعني بيخليك مركز جداً جول مباراة إن شاء الله نحاول نسعدهم ونحاول نرجع السيكل نولي اهتزت شوية بإذن الله ربنا خليك ربنا خليك